اشتركوا في القناة وتدريبهم وإدماجهم في سوق العمل مشيرا الوفد إلى أن صندوق العمل تمكين يعد أحد الركائز الأساسية للمشروع الوطني في مملكة البحرين ورؤيتها الاقتصادية والذي يعزز تنمية القطاع الخاص وتزويد البحرينيين بالمهارات المرتبطة مع سوق العمل كما أشار الوفد إلى أن مملكة البحرين قطعت شوطا متقدما في مجال تمكين الشباب وتحفيزهم للمشاركة في مختلف مسارات الحياة الديمقراطية طبعا نحن في الجلسات بشكل عام استعراضنا العديد الأمور المتعلقة في أمور التعليم وتدريب الفرص الحمد لله طبعا نحن في كمملكة البحرين تقدمنا بمقترح في الجلسة الخامسة عدة دول تقدمت المقترحات وكان في تصويت من 55 دولة عليها والحمد لله أن 55 دولة من ضمنها كانت البحرين هي أعلى أصوات حريصون نحن في الشعبة البرلمانية على المشاركة في المؤتمرات والبرلمانات المعنية بشؤون الشباب والتي تهدف هذه المؤتمرات إلى إبراز جهود مملكة البحرين في هذا الشان طبعا واستعرضنا التقدم والتطور الذي تشهده مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضر صاحب الجلالة ملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ورهانه الدائم على الشباب باعتباره محور التنمية وأساسها